احتفالاً بعياد الربيع وشم النسيم ما خرج المصريين النهاردة الصبح للحدائق والمتنزهات حدائق القاهرة والجيزة الحية فتحت أبوابها لاستقبال الزوار واستقبلت حديقة البانوراما بطريق الفيوم بالجيزة زوارها مجاناً كمان أعدت بعض الحدائق برامج ترفاهية للاحتفال بشم النسيم منها الحديقة الدولية وبيتضمن لاحتفال عروض فنية للفرق الشعبية كمان استعدت حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين وفتحت أبوابها من الساعة ستة ونص صباحاً تجنباً لحدوث أي تكدسات من قبل الجمهور في المنطقة عند دخول البوابات كمان تفقد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور تفقد الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق اللي بطربت ما بين المحافظات وكمان لارتكازات الأمنية بالطرق لتأمين رحلات الركاب خلال عيد الربيع شدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى وتي طبعاً مجهودات بطبيعة الحال بتكون حصلة في مثل هذه الأيام اللي بيكون فيها مناسبات وتنقلات ما بين مكان التاني أو محافظة للتانية ان شاء الله نستمتع باليوم دا